بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني في الفصل الرابع والخاص بالإرشاد الأسري وإن شاء الله نتكلم الآن بقى عن أبرز الحاجات الخاصة لأسر زاوي الإعاقات عندنا طبعا الحاجة إلى الدعم النفسي العائلات هذه أو الأسر هذه بتحتاج إلى الدعم النفسي ولازم نقدم لهم إرشاد نفسي وذلك لما تعانيه الأسرة من وجود فرد إيه معاك فهم يحتاجون إلى إرشاد نفسي ودعم جميل وده طبعا أساس عملية الإرشاد النفسي إن احنا بنقدم دعم لهذه الأسر طب الحاجة إلى الدعم الاجتماعي غير الدعم النفسي عايزين دعم اجتماعي العمل على أن يتقبل المجتمع الفرد المعاق وأن لا يتم التمييز ضده وذلك بتعديل الاتجاهات السلبية لدى إيه المجتمع نحو إيه المعاق والمعاقين وده نقطة مهمة في عملية إيه الحاجات التي أحتاج إليها إيه أسر زو الإعاقة طب الحاجة إلى توفي معلومات علمية دقيقة عن طبيعة الأعاق وكيفية التعامل معها دي نقطة مهمة لازم أن نحن نوفر معلومات دقيقة عن الأعاقة وعن ما سوف تكون علي في المستقبل أو المشكلات التي قد يعانوا منها إيه المعاق وبعض إيه المعلومات المهمة بذلك طيب كمان عندنا الحاجة إلى راحة والاستمتاع بأوقات الفراغ طبعا إيه أسر الأفراد المعاقين قلنا أنه نحن بتعاملهم بعض المشكلات ما تكلمنا في الجزء السابق أنه هم لا يستطيعون آآ آآ يعني قضاء وأوقات فراغهم بطريقة طبيعية أو الخروج إلى بعض مثلا الاحتفالات أو ذلك فعندهم مشكلة في الاستمتاع بأوقات الفراغ أو استنزاف وهذا بيسبب استنزاف لأفراد الأسرة ووقتهم لرعاية الفرد إيه المعاق طب الحاجة إلى الدعم المادي طبعا وجود طفل معاق داخل الأسرة بيبقى فيه تكلفة مادية أعلى واحتياجات إذا كانت مثلا في بعض الأجهزة اللي بيحتاجها هذا الطفل المعاق أو بعض الأدوات وهكذا كمان عندنا الحاجة إلى إيه تشكيل جمعيات أو نواة تضم أسر أفراد المعاقين إنه يبقى فيه كمان بعض النواة دي أو بعض الجمعيات الخيرية اللي يكون فيها مهتمة بهؤلاء الأسر وإيه واحتياجاته طيب هنتكلم الآن عن مراحل الشعوب الأزمة لدى أباء ذوي الإحتياجات الخاصة واستراتيجيات التدخل المنازم طبعا أول شيء بيحدث لدى أسر ذوي الإحتياجات الخاصة أو الأباء بيحرس عندهم غضب أول حاجة طيب بيلوم نفسه الأب وطبعا والزوجة بتلوم نفسها وكل واحد منهم بيضع المشكلة على الأخ الأب هو السبب والأم هي السبب وذلك يعني بتبقى اتهامات متبادلة وده ناتج عن طريق الغضب وبيكون في بعض الأحيان موجه نحو إيه الذات طيب أسر ليه بالتدخل المنازمة إن إحنا نساعدهم على تقبل الإعاقة ويعني إيه ندرب الولدين على الاسترخاء واستخدام كلما شعبوا إيه بالغضب وهكذا وده بيحاول إن يعالج الغضب طيب كمان عندنا الشعوب بالزنب ده ثانيا طبعا جاء السبب في أقض طفلهم وإلى تصوف سابق إن هما أخطأ إن الأب أخطأ خطأ قبل كده وإن ضاعي قاب من ربنا ليه أو الأم كذلك بتفكر في هذا إن هو إيه ده زنب فعله قبل كده وممكن آه يعني يكون ده من الأسباب اللي بتسبب مشكلات كبيرة لدى إيه أسر زاوية الاحتياجات الخاصة طيب برضو لازم إن إحنا نتعامل معهم ونفهمهم إن إذا ما إحنا نتكلمنا قبل كده لو إنتم متذكرين في الإرشاد الدين إن الإعاقة قرأ وقرأ وده يعني إيه ممكن يكون إختبار من ربنا ليكم وإيه نحاول إن إحنا نفكر بحلول عملية في مساعدة هذا الطفل بدل إيه لوم النفس والشعوب إيه بالزم طيب بعد كده المساومة وده يعني آخر نقطة في مراحل الشعوب الأزمة وإنهماك الولدين في البحث عن كل الطرق العلمية خلاص بقى بيبدأ الأب والأم يتقبلهم الإعاقة ويحاولوا يجدهم طرق تساعد هذا الطفل وكمان أول حاجة في زرارة من الله يعني بيلجعهم إلى الله وبيحاولوا إن هما إيه يساعدهم هذا الطفل وكمان ممكن إن هما إيه يكتشفوا بدائل وهكذا ويعني يتقبلهم الإعاقة ويحاولوا إن هما يجدهم يعني بعض للطرق التي تساعد هذا الطفل الذي يحتاج إلى مساعدة الأب والأم